حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبنائنا ويقرئه أبنائنا أبنائهم إلى يوم القيامة قال فكيلتك أمك يا أبنى أمي لبيد إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعدي يحدث عن أبن لبيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان ذهاب العلم قال شعبة أو قال هذا أوان انقطاع العلم فقلت وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبنائنا ويعلمه أبنائنا أبنائهم قال ثكيلتك أمك أبن لبيد ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله تعالى قال شعبة أو قال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل ثم لم ينتفعوا منه بشيء أو قال أليس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب شعبة يقول ذلك فيهم كتاب الله عز وجل